السلام عليكم كلنا بنحب الجنبري او الروبيان او الكروفيت المقلي الكريزبي الدهبي المقرمج بتاع المطاعم والكوفر بتاعه ما يقعش منك في الزيت هقولك على كل الاسرار هيطلع روبيان او جنبري مقلي سوبر كريزبي لو كنت اول مرة بتشرفونا ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وكتبوا ان كومنت حلو عشان نرحب بكم خلونا نسمى بسم الله ونصلاة للرسول علي افضل الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو طبعا معنا اصحابي روبيان او جنبري اي كمية انا تابلته ملح وفلفل وتون بودر بصل بودر ومعلقة من الصيصوص فقط لغير وهنا هجيب في كيس هحط نص كباية من النشا ونص كباية من الطحين واحط علي رشة ملح ورشة فلفل وهخلط النشا والنشا اللي هو الكورن فلاور او الماي زينة وافضل طريقة في الكيس كده عشان بتغلف للكل الروبيان او الجنبري بدون منوسخ مع مواعين كتير وصحون كتير يعني هنا هندي الكوفر بالبيد البيد افضل من خليط النشا والمية خليط النشا والمية يعني اللي ميريد بيد يقدر يستبدلها بنص كباية نشا مع ربع كباية مية ويبقى خليط ساميك كده وتستبدليه بالبيد بس خليط النشا بعد ساعة الكوفر بيترة لكن خليط البيد يعني قعد اكتر من 3 ساعات وحبات الروبيان لحد ما اكلناها واللي اتبقى مننا كمان فضلت مقرمشة جدا والكوفر زي ما هو فبرحتكم وعندي هنا البقصمات ده اللي هو البقصمات الياباني كنا عملناها مع بعض موجود في القناة او بقصمات عادي اللي متوفر عندكم او بتحبوا كورنفليكس برحتكم هناخد طبعا الروبيان انا نظفته وشلت الاشرة وخليت جزء منه بالديل وجزء بدون ديل برحتكم وطبعا لازم نشيل خط الرمل اللي بيبقى في ظهر الروبيان وكان فيه فيديو في القناة كنت عاملها من قبل على تنظيف الروبيان هنا اصحابي زي ما انتوا شايفين لازم ننفض او نخرق يعني نصفي الروبيان من الطحين والنشا الزائد وبعدين على طول مباشرة بنزله في خليط البيد وهنا طبعا بنزله في خليط البقصمات وزي ما انتوا شايفة كده بنضغط عليها عشان حبة الروبيان تفضل كده وقفة ما تقوس منك يعني تلف على نفسها اثناء القلي اهو زي ما انتوا شايفين بنضغط كويس عشان تتغطى اهو بيمسك عليها الخليط بمنتهل سهولة نعمل مع بعض واحدة تانية الناس اللي ما استغفرتش الله ولا صلت على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام تستغفر كده الله في التعليقات وتصلى على الحبيب قلبك يطيب ان شاء الله طبعا في المرحلة دي اصحابي تقدروا تغلفوها وتفرزوهم في الفريزر على صنية وبعدين تحطيهم وتحفظيهم في كيس بلاستك تخرجيها على القليم مباشرة ما فيش اي مشكلة اه او تقلوا على طول مباشرة زي ما انا هقلي طبعا في اي حاجة بقى هتقلوا فيها مش هنستهلك زيت كتير وقصا ما بشربش زيت مثل ما انتو شايفين لازم الزيت يبقى ساخن جدا عشان الروبيان انتو اقصا عارفين حساس ما بياخدش وقت في التسوية وعلى طول بياخد اللون الدهب الحلو يعني ما بيكملش دقيقة ودقيقة وبيبقى جاهز معنا افضل حاجة بشوكة او بعصاية شيش طوق بنقلبه من الجنبين لحد ما ياخد اللون الدهب الامر اللي انتو شايفينه ده ما شاء الله تبارك الرحمن رحته بقى وكان سوبر سوبر ارمشة اهو مثل ما انتو شايفين في طريقة تانية بتعمل البيض يعني زي الفراخ المقرمشة بس الروبيان بياخد يعني كفر طحين عليه كتير جدا انا عن نفسي صراحة جربته ما عاجبنيش فدي الطريقة اللي جربتها واعتمدتها وبيطلع كريزبي والز واحلى من المطاعم وارخص احنا والابني كان جايبه من المطاعم الصيني ست حبات بتلاتة ريال ده كيلو كله باثنين ريال ونص تقريبا مع الكفر والحاجات ده ما كلفناش تلاتة ريال يعني بتمن ست حبات